عايزة أكلك على إمام عشور أتكلم анكسون وأبدأوا بك YOU في الفترة الأخيرة اللي ماشي بمستوى سابط مع بيرستاوニ boş فاتكلم على إمام عشور إمام عشور النهاردَى بيكمل نفس الأداء هو الحل اللي موجود في وسط الملعب لعيب بيعملك الدورين بتحسن في شيء مهمة جدا نتحسن نشوف أرقام إمام عشور الصراعات الصناعية الصراعات الصناعية العامل الأساسي بتاعها بيقى الجزء البدنة كريم الحدة بتاعت الضغط الحدة بتاعت الالتحام الراجل لما يكون عنده في الصراعات الصناعية كان عنده النهاردة 14 صراع صناعي خاد منه مع 10 ده رقم عظيم جدا من لعيب وسط ملعب اللي غالب على أهداءه أنه راجل هجومي الكرات الطولية الصحيحة 7 من 9 ده ممتاز رقم ممتاز إن الكرات الطولية بتحتاج دقة شديدة جدا إنه بتحتاج فيجين لأنه قد كتير بيغير ملعب سواء برجل المين أو برجل الشمال هو حاول على المرمى نهاردة 3 مرات هو أكتر رعيب حاوله نصر يعني لقى لحاول كتير جدا كان عنده 37 محاولة على المرمى نهاردة لكن أكتر رعيب حاول على المرمى آه ما كانت شوف حاجة ما بين التلات خشبات لكن أكتر رعيب كان بيحاول أنه يلاقي حل حتى بالتصويب كان إمام عشور عنده المراوغات النهاردة روغ 4 مرات نجح في 3 منهم ده بيأكد على نجاحه فإنه بيقدر يعدي واحد على واحد لما بيكون عنده مشكلة فأكتر لعيب لما نشوف الحالات كمان أكتر لعيب عنده حلول في فرقة النادي الأهل واللعيب الوحيد الناجح بالنسبة لي أو أقدر أدي له درجة جيدة في مباراة اليوم فيه لعيب أقل منه بشوية لكن هو رقم واحد بالنسبة لي إمام عشور نروح بقى للحالات يلا بينا ما تيجي لك هاي إمام عشورة كمان بتيجي بصكري من الدقيقة الأولى من الدقيقة الأولى تلاقي إمام عشور حسب التجاكر كرة في ناحية اليمين يعني تجمعت اللعبة بشي ناحية الشمال فالمفروض إمام يبقى موجود فين إمام فجأة هو راح ناحية الشمال لأنه هو واخد تعليمات بغض النظر عن الإنهاء لأنه كان جسمه مش معدول وما كانش قرار الصح إنه صوب لكن هو أول نرى اللعبة ناحية اليمين الراجل مال راح في المكان ودي الحركة بدون كرة ياخد عليها كريدت عنده مشكلة في الإنهاء مفيش أزمة لكن بالنسبة لي هو ياخد كريدت على ده بص الباص رجع تاني رجع تاني في مشكلة في وسط ملعب النادي الأهل من فترة طويل الباص اللي تقول لك إنه أنا دايما بحتاج الباص غير المتوقع لطول ما أنا بلعب المتوقع الفرقة المتمركزة سهل جدا تقفل علي فأنا لازم ألعب الباص الغير المتوقع عمل دي وبعدها بعشر ثواني راح عمل واحدة ناحية تانية دي بيمينه عمل التانية بشمله غير الملعب هتلاقي إمام عشو بص دايما بص الباص اللي بيحطه إمام عشو بص إنه مكان ما وقف هنا وقف هنا مش ناسي بتتكلم يا كريم على الأدوار اللي منوطة بلعب مركز ثمانية وليه ما بقاش في كسافة وجمية وليه ما بيخشش الثمانتاشر الراجل بيخش الثمانتاشر لكن هي قدرات إمام قدرات إمام مش قدرات حمدي وقلنا الكلام ده كتير فاللعيب اللي مفروض يحل ما كان حمدي وما بين قصين معزور طبعا كولر لأنه كان مصاب هو عمر السلية اللعيب اللي فروض ياخد الأدوار الالتحامات في منطقة الثمانتاشر الكرات الرأسية التواجد في وسط الملعب اللعيب اللي عنده قدره أنه يعمل الحاكتين الدور الدفاع والدور الهجومي هو عمر السلية مش أي لعيب تاني لو أنا عايز أعوض حمدي فتحي بشكل ما مش إمام عشور إمام عشور بروفايل مختلف بقدرات مختلفة يزيد أو يقل في بعض اللي وقارننا بين الاتنين لكن إمام عشور بص هو هنا عمل كل حاجة صح الراجل دخل جاي من وسط الملعب عمل الاختراق التجميع كله ناحية المين راح على العرضة البعيدة لكن في النهاية نهاية مش مقاومة تكمل الكرس راجل تواجد في المكان الصحيح آه راح على واسعة كان فرد يدخل بدر شوية لكن في النهاية دخل وكمل المرة التانية اللي بعد اللي بعد بص نفس القص الراجل موجود فين في مركزه الطبيعي في مركز ثمانية هتلاقي هو دايما اللعيب اللي بيحاول يعمل الباصة المختلف الباصة اللي توديك في التلتة الأخير بدلا ما نعمل باصة بالعرض بساطة بلا فائدة اهو تاني الراجل بيدور دايما على حل دايما بيحاول بص وقف هنا بقى معلش رجع تاني رجع بقى تاني رجع تاني رجع تاني قبل يعمل الباص بص هنا يا كريم وإحنا بنتكلم على أمام لازم تشوف بص وقفت لعيبة سموحة ووقفت لعيبة الأهلي اتنين لعيبة اتنين لعيبة من الأهلي وقفين في مسافة يرضى يرضى وكلهم ممشكين كل زواية التمرير مقفولة دو كدو دو نزل تحت قفل مع حسين الشحات سين فصل وقفة على خطة التمنتاشر كل اللعيب وقف مع عيب كل زواية التمرير مغلقة لدرجة إن إمام حتى إلا أنا لو حتى عدى مش عارف شو دي مشكلة كبيرة اللعيبة بتحركش بدون كورة اللعيبة كلها بص إنها حل مين ما فيش حد فالراجل حتى لما حاب يرجع حتى المين حتى المرغون طب كمل مرغون لما خد قرر التصويب لأنه ما عندوش خيارات تانية عاملين بص بص في ثانية اتقفلت حتى زاوية التصويب تلات لعيبة من سموحة رايحين والراجل ما عندوش حلول ما عندوش حلول برضو بيحاول عشان كده بقولك فايدة إمام فين إنه بيدورك على الحل المبتكر في وقت صعب كمل حل اللي بعدي حل اللي بعدي على طول بص بص وحركة الراجل لأنه هو مش هيعمل الكروس رح رجع له تاني عدى هو اللعيب الوحيد اللي قادر يعمل ده كريم اللي بيحصل ده ما هو اللعيب الوحيد اللي قادر يعمل ده الناس تقول لي في آخر ما انتهيتش بجوم ما انتهيتش بأسست لأنه مش هيلعب لوحده في النهاية أنا بحاول أعمل ده طول الوقت بحاول أن أنا طول الوقت أدور على حل مبتكر إمام عشور بيعمل كل اللي مطلوب منه بنسبة تتجاوز التمانين في الماء حتى تاني كان عنده مشكلة في الاتحامات السنائية اتحسنت نهاردة كتير جدا كان عنده مشكلة بأداء لأدوار الدفاعية وضغط اتحسنت نهاردة كتير جدا ففي النهاية إمام عشور بالنسبة لي هو النجح الوحيد في رتنادي الأهل إمام عشور هبتدي من مكان ما انتهى جميل فكرة حمدي فتحي حمدي فتحي ما كانش بادئ مع النادي الأهلي بيجيد اللعب داخل الصندوق بشكل جاي تطور مع كولر في الجزئية دي وده اللي بيحاول ميستر كولر يعمله مع أمام عشور أمام عشور أما رجع مع المنتخب ميستر كولر قعد معي ويتكلم معاه في الجزئية بتاعت أنه هو هيدي له أدوار جديدة لفترة الجاية في نص الملعب هو شايف في أمام عشور أنه هو يقدر يحلوله حتة العجز التهديف اللي عنده أنه هو يقدر يكمل جوه الصندوق. أنا أخذ من مطش ميديامة رقم بس مطش ميديامة. إمام عشور هو أكتر لاعب لمس الكورة جوه الصندوق في مطش ميديامة بتسع مرات أكتر من كريم فؤاد اللي هو في شكل هجومي أكتر من حسن الشاحات أكتر من كهرباء. النهاردة إمام عشور برضو بنشوفه أنه بيشتغل جوه الصندوق كتير. مش أحسن حاجة الفانش بتاعه لسه مش أحسن حاجة الجودة بتاعته جوه الصندوق مش زي جودة حمد فتحي. بس فيه محاولة من كولر أنه هو يجد في إمام عشور بديل لحمد فتحي في الجزئية دي. ومعنا حالات بنشوف شغل إمام عشور النهاردة جوه الصندوق في مطش ميديامة بشكل أكتر وضوح من مطش ميديامة لأنه ما كانش فيه أفشة في نص الملعب. أفشة من العبالة ممكن مبسي نرجع تاني بالحلقة اللي قبلها طب نكمل نشوف إمام بيفكر أكتر أنه يخش جوه الصندوق. دايماً فكري إمام أنه هو يخش جوه الصندوق. يكون بيلعب جوه الصندوق نشوف هنا برضو وجود إمام باستمرار جوه الصندوق عكس بروفايل إمام أصلاً هو اللعبة اللي بيجيد اللعبة من قدام الصندوق اللي هو دايماً بيستاني الكرة الثانية اللي هو بيجيد التصويب من خارج منطقة الجزاء. لأ أنا محتاج إمام جوه الصندوق أكتر عشان يحاول يعوض لي العجز التهديف اللي عندي حتى لو أمام مش بيقوم بيها بأحسن حاجة هنا برضو. نفس الكرة تتقريباً كانت في موات شميدياما برضو بيحاول يشترك جوه الصندوق كتير. لو مش هيديني الجودة بتاعت حمدي فتح دلوقتي بس هي قبل للتطوير. فأنا هاجت في إمام عشور بديل أو محاولة إن أنا جت في بديل لحمدي فتحي فكرة التكملة في الشقة اللجومة عشان يعوضني عن العجز التهديف.